مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب في حديث الرب يسوع مع الفرسين في يحنى 9 وفي الآية 41 قال لهم لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية كان رب يسوع يقول لكل إنسان يدعي أنه مبصر وهو لا يعلم أنه أعمى أو هو يعلم أنه أعمى لكنه يدعي أنه مبصر أن هذا الإنسان هيعيش ويموت في خطيئة أما الذي يدرك احتياجه إلى يسوع المسيح ويبحث عن الحق بقلب صادق وضمير طاهر فأكيد هيعرف يسوع وهيعرف الحق الذي يحرره موضوع حلقة اليوم هو عميان ويقولون أننا نبصر وفي هذه الحلقة سأرد على بعض الإخوة المسلمين الذين يدعون أنهم مبصرين لكنهم في الواقع هم روحيا عميان ويحتاجوا إلى تدخل يسوع المسيح وعمل روح الله في حياتهم لكيما يبصروا من إسبوعين اتكلمت عن الآية المشهورة الموجودة في سفر التسنية وفي أصحاح 18 والآية رقم 18 يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أصيه به هذه الآية التي كما تحدثت وقلت أنه نستطيع أن نصف الإخوة المسلمين بحرمية النبوات فهم يسرقون النبوات التي قيلت في الكتاب المقدس ويحاولوا أن ينسبوها إلى رسول الإسلام مع أنها لا يمكن أبدا أن تكون نبوات متعلقة برسول الإسلام وأن هذه النبوات هي متعلقة برب المجد يسوع المسيح الحلقة اللي أنا عملتها من إسبوعين وجينا نحطها على اليوتيوب وتقلبت الدنيا وتشالت بعدما تحطت بدقائق معدودة واليوتيوب منع إزاعتها لكنها موجودة على الفيسبوك لكن نتيجة هذه الحلقة في شخص بيتابعنا مع أننا يعني لا ينبغي أن نرد على أسماء وهمية لكنه عامل صفحة باسم الأسد المرعب أنا معرفش أسد ومرعب لمين لكن لا يتذكر اسمه ولا حطت بروفايله ولا أي حاجة هو بس عامل صفحة باسم الأسد المرعب لكنه دايما على صفحات عبر الكتاب وقناة الحياة بنلاقيه كتير بحاول أنه يعني يحط فكره الإسلامي وردوده الإسلامية على ما نقدم أتمنى أتمنى يمكن دي آخر مرة هارد على الأسد المرعب إلى أن يضع اسمه الحقيقي نحن لا نرد على أسماء وهمية لا نعرفها لكنه خليني النهاردة أرد عليه لأنه كتب تعليق وحطه على كل مكان في كل مكان على صفحة عبر الكتاب وعلى صفحات أيضا قناة الحياة أخونا الأسد المرعب ما نعرفش نسميه إيه يعني يمكن سيمبة يعني لو حبينا نسميه بما أنه الأسد المرعب بيقول إيه بيقول جناب الأسيس أشف عزبي هاللويا هاللويا طبعا أنا ماخدش أنه كلامه جدا جدا على استقباسه لها هاللويا هاللويا لأنه يعني أنت لو تعرف معنى هاللويا هاللويا ما كنتش تستخدمها لأنه ده تكذيف على الرب كويس؟ لأنه اسمها سبحه يحوى وإله الإسلام ليس هو يحوى وينفعش أن أنت تستخدمها لكي ما تشير إلى الله كما تعتقد بالحقيقة بالحلقة سوري التي ناقشتم فيها سفر التسنية 18 18 وبالحلقة رقم 453 ده صح كان الواجب عليك ومن باب أمانة العرض على السادة المشاهدين أن تعرض وتناقش ما ذكرت بتعليقي عن أوجه التشابه بين موسى ومحمد هو مقتنع أنه يعني مثلي تنطبق 100% على رسول الإسلام وأن تترك الحكم للسادة المشاهدين طيب ما تيجي تقدم الحلقة بدالي ما يعني ما تيجي تقدم الحلقة بدالنا ما دم أنت عايزنا نقول إيه ونقرر إيه وأنا أؤكد أن سيادتكم قد تعمدتم غض الطرف عن ذلك التعليق لغرض في نفسه عقوب ماشي أعدي الكلام لأنه كلام لهوش أي معنى وأطلب من سيادتكم متحديا أن تعرض ذلك التعليق ببنوده العشر على الشاشة للسادة المشاهدين وأنا هعمل كده هعمل كده بس ده هيكون آخر مرة تعلق فيها بعد الشكل كويس لأنه النهاردة أنا قلت أن أنا أحط تعليقك بالكامل وهرد علي نقطة نقطة قدام المشاهدين أول حاجة هل يوجد بشارة بمحمد في الطورة طبعا لا وزي ما قلت أنا بقول أنه أنتو حرمية النبوات سارق النبوات ومن هو مثل موسى محمد أم يسوع طيب تعال بقى حاطت إيه حاطت الأوجه التشابه ما بين رسول الإسلام وموسى وأنه مثلي مثلي تنطبق لا على يسوع لكن على رسول الإسلام طيب أول واحدة قالك الولادة الولادة موسى ومحمد جاءوا من ولادة طبيعية أما يسوع فجاء من ولادة معجزية حطتلكوا فكرة بالضبط الطريقة اللي بيفكر فيها هي الطريقة اللي بيفكر بها كل مسلم كويس طيب ما ما تخلينا نحط كمان داود من نفس الفكرة طيب نحط إبراهيم بردو نفس الفكرة طيب نحط إسحاء ويعقوب من نفس الفكرة طيب نحط يحن المعمدان نفس الفكرة ما تحطيني أنا كمان نفس الفكرة ما أنا تولدت بطريقة طبيعية وإنت تولدت بطريقة طبيعية دا مش حاجة يعني تجعلني أشابه موسى يعني كويس حاجة الثانية قالك موسى ومحمد رسولان أما يسوع فهو إله معرفش إذا كان هذا اعتراف منه ولا مجرد هروب من الموضوع كويس هو لا يعلم لا يعلم أن يسوع المسيح الكلمة المتجسد فيه تتحقق تلت وظائف مهمين جدا بنسميهم The Three Offices Of Christ اقرأ أي كتاب لهوتي عربي أو انجليزي أن فيه تحققت النبوة والملك كويس والكهنوت كاهن ونبي وملك دول بنسميهم الثلاث وظائف اللي تحققوا في شخص واحد يسوع المسيح فكونه كلمة الله المتجسد معناها أيضا أنه هو الكلمة التي أتى إلينا من الله لم يكن يسوع حاملا كلمة الله بل كان يسوع هو كلمة الله المتجسد ماشي أمشي معها واحدة واحدة حاجة الثالثة بيقول الرسالة محمد ومحمد وموسى رسولان أما يسوع فهو إله الحاجة الثالثة سوريا الزواج على فكرة حاجتين الأولينين دول ينطبقوا أيضا على على داود وينطبقوا على إبراهيم وينطبقوا على أصحاق وينطبقوا على أي واحد من أنبياء العهد القديم كويس وهنا يجعل موسى أي واحد من أنبياء العهد القديم الحاجة الثالثة الزواج موسى تزوج ومحمد تزوج وأنجب أولاد وداود تزوج وأنجب أولاد وإبراهيم تزوج وأنجب أولاد نفس المواصفات يبقى اللي أنت بتقوله دوا يتحقق أيضا في أي واحد من أنبياء العهد القديم مش حاجة جديدة يعني حاجة الرابعة لحطية الخمسة سوريا القتال موسى ومحمد خاض قتالا أما يسوع فلم يقاتل أبدا داود قاد قتال سليمان قاد قتال إبراهيم حارب الجديد ما الذي يجعل موسى مختلف عن داود الاثنين حرب موسى وداود الاثنين اتولدوا بطريقة طبيعية الاثنين أنجبوا أولاد الاثنين كانوا رسل أو أنبياء الاثنين حربوا ماشي الزعامة موسى ومحمد كانوا زعيمين وسط قومهما أما يسوع فلم يتمتع بزعامة وسط قومه من وجهة نظرك هي الزعامة ماسك السيف لو الزعامة بماسك السيف يبقى أكتر واحد حرام في الشارع ومجرم في الشارع هو الزعيم عمر الزعامة ما كانت ماسك السيف لكن داود حط داود كزعيم حط سليمان كزعيم الفرق بين داود وبين موسى كويس نشر رسالة موسى ومحمد قام بنشر رسالتهم في حياة هما أما يسوع فانتشرت رسالته بعد موته ألم يكن يسوع يقول كل القرى مبشرا فيها بملكوت السماوات ولا ما تعرفش الآية دي الوفاة موسى ومحمد مات بطريقة طبعية موسى مات بطريقة طبعية محمد لم يمت بطريقة طبعية محمد مات مسموم وانت وانا نعرف الحقيقة دي كويس لم يمت بطريقة طبعية موسى ومحمد كان رجلان أحرارا لا يدفعون الجزية لأحد أما يسوع فكان عبدا للرومان يدفع لهم الجزية وهو صاغر ماتة 17 24 حضرتك تجهل أبسط الأشياء عن كتاب معدس ماتة 17 24 لما لما الرب يسوع قال لي بوترس روح واستاد وتلاقي سمكة وطلع منها الإستار واعطي عني وعنك ده كان بيتكلم عن الضريبة اللي بيدفعها كل يهودي كل يهودي للهيكل لخدمة الهيكل لم تكن ضريبة بتدفع للرومان أنت بتتكلم بس أنت مش عارف حتى الآية اللي أنت بتقطبسها بتشير إلى إيه بيس بتقول رقم عشرة البشارة من وسط إخوتهم يعني ليس من اليهود ومحمد ليس من اليهود وإحنا هنكلم الجزء ده لكن خلوني أخذ مداخلة وأرجع أكمل الحوار ده ألو ألو مساء الخير يا أخ مساء النور أهلين أخ جيرجس كيفك الحمد لله نشكر الله أنا عاوز أتكلم بس في حتتين فضل الأخ لطلع قال أنه إبراهيم اتجاوز اتنين أقول له كلامه غلط إبراهيم اتجاوز ثلاثة اتجاوز سارة اتجاوز هاجر اتجاوز قطورة وبعد كده سارة خلف من أسحاب هاجر خلف من قطورة والكتاب المقدس بيوصفهم بأنهم رمزين في العهد القديم والعهد الجديد إنما قطورة خلف منها قشان ومديان ومدان وعدد يعني طب ليه هو عاوز جدي النبوة دي لابن هاجر ما يداش لأولاد قطورة مع أولاد قطورة ليهم الحب بالزبت زي هاجر برد بالزبت وبعد كده الله قال لإبراهيم قال له سمحت صوتك يعني سيب جاري وابنها يخرجوا إنما المرأس حدهو لك من إسحاق ده صح أولاد الجواري إبراهيم وزحهم دههم عطيه وقال لهم مع السلامة ليه هو يعني ماسك في إسماعيل ما ماسكش ليه في حد من أولاد قطورة أولاد قطورة لأنه حضرتك الغرآن بيدور على أشياء يمسك فيها وده بالزبت كل الإخوة المسلمين لا يجدوا نبوة تشير إلى رسول الإسلام فبيلوا النصوص ويسرقوا النبوات وينسبوها إليه بعد كده أنا أخد تفسير وهو للنبوة دي ولا أخد تفسير بطرس اللي وجد في يوم الخمسين وجلهم إنه ده النبي اللي قال لكم عليه موس في أعمال أربعة أخد تفسير مين أخد تفسير الأخ اللي جاييني بعد أكتر من 3000 سنة من موسى ويقول له على النبوة ولا أخد تفسير بطرس اللي فسرها وقال إنها ما تنطبخش غير عن مسيح الكلام ده في أعمال اتنين أعمال واحد مش فاكر كام وقال لهم هذا هو النبي الذي تنبأ عنه موسى أخدها وروح أنسيبها لواحد ما فيش أي حاجة تثبت إنه هو نبي بل كل الأشياء الأخلاقية والتعليمية يعني كون واحد يعني يجوز طفلة وفي حاجات تانية مشينا أكثر من كده وأقول إنه ده اللي تنبأ عليه موسى ده اللي كنت عاوز شكرا 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 أخي جرجس ربي باركك شكرا أنا حطيت العشر بنود اللي حطيتهم العشر بنود اللي حطيتهم ذكرتهم بس أنا بقى عايزك تفهم حكتين حكتين مش أكتر من كده الحاجة الأولانية مرتبطة بإخوتك من بني إسرائيل لا تشير من قريب ولا من بعيد لأي جنس إلا بني إسرائيل لأن الجزء ده 18 تسنية 18 وتسنية 17 ده تشريع خاص باختيار الملك أو النبي النبي اللي جاي وفي الاتنين الرب استخدم نفس التعبير في الاتنين تكوين 17 قال متى أتيت للأرض التي يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا وعلشان الشعب يفهم كويس قال لهم لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا يعني من وسط إخوتك تعني بني إسرائيل لا تعني أي شعب آخر تعني الأصباط الاثنى عشر فقط لغير نفس التعبير استخدم فيه أيضا النبي يقيم لك الرب نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك أي ليس أجنبيا أي من الأصباط الاثنى عشر لا من أولاد هاجر ولا من أولاد قطورة لكن من أولاد يعقوب الاثنى عشر الحاجة الثانية دي الحاجة الأولى الحاجة الثانية مثلي مثلي ما أنت ذكرت كل الأشياء اللي أنت ذكرتها دي نقدر نطبقها بالحرف الواحد على داود نقدر نطبقها بالحرف الواحد على أنبياء العهد القديم نقدر نطبقها بالحرف الواحد على سليمان بالحرف نقدر نطبقها على يشوع تنطبق تنطبق النوقة الدين اللي أنت قلتها على يشوع وعلى القضاة اللي هزين أقامه الرب في سفر القضاة وأيضا على داود وعلى سليمان نقدر نطبقهم بالزبط زي موسى زي دهول اتولى دبطرية طبعية خلفوا كان لهم أزواج دخلوا حروب لما يتفعلوا جزية ماتوا بطريقة طبعية كل دا ينطبق على هؤلاء لكن مثلي مثلي تشير إلى حاجة حضرتك تخاف تروح لها إلى آية ما ترضاش أنت تروح لها بتوري يعني إيه مثلي يقول ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى إيه هو إيه اللي كان بيميز موسى عن أنبياء إسرائيل الشيء اللي بيميز موسى ويجعله مميز عن البقية الأنبياء الذي عرفه الرب وجها لوجه عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسلوا اللي يعملوها في أرض مصر بفرعون وجميع عبيد وكل أرضه وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل يبقى مثلي فيها حاجتين مثلي ودي آية أخرى بس خليني بتأكد نفس الفجر مثلي يعني فيه فيه وصفين أول وصف يتحدث مع الرب وجها لوجه ولا يمكن أن ينطبق هذا على رسول الإسلام ده حتى في بدايته لم يعرف جبريل إلا من خلال حجر اسمها مراته الأولانية خديجة لم يعرف ده هي اللي قالت له ده جبريل من خلال اختبار الحجر والقعد على الحجر لم يتحدث مع الرب وجهن لواجل ولم يتحدث إليه الرب وجهن لواجل نهائي كما يكلم الرجل صاحبه زي ما يكلم الرب قبل كده دي حاجة أما يسوع فهو الابن الذي هو في حضن الاب الذي خبر الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه هو كلمة الله المتجسد من رأى يسوع رأى وجه الله من سمع يسوع سمع الله دي تتطبق على رسول الإسلام ناوي وزي ما ناوي هو زي لا نفعش الحاجة الثانية يصنع آيات وعجائب على نن أمام عيون الناس يصنع آيات وعجائب على نن أمام عيون الناس والقرآن لم يذكر آية واحدة صنعها رسول الإسلام أمام عيون الناس ملموسة ومحسوسة أعمى يبصر أعرج يمشي أبرس يشفى ميت يقوم جائع يشبع مفيش زيرو هو موسى عمل آيات أمام عيون الناس طبعا من أول فرعون الآيات التي صنعها الرب من خلال موسى وكل الآيات والعجائب التي صنعها موسى بيد الرب في أرض مصر وفي خلال البرية مين يقدر يقول أنه موسى بيضربه للبحر ينشق وعبر الشعب بين شطي أو صفاي ماء ملموسة جزع النخلة اللي بكى وقومه ده كلها خرافات دي كلها خرافات والماء اللي بتخرج من الايه من صوابعه دي كلها خرافات ما نذكرش حاجة زي كده والأمر اللي تشاء مين اللي يعرف إن الأمر يتشاء واحد بيقول الديني آية عمل لي آية عشان تثبت إن انت سيقول أمر هم مين هيطلع يعني آآ 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 ملموسة مرئية هذه الأشياء هي التي تجعل بالزبط النبي مثل موسى وليس شيء آخر إذا تحققوا دول في رسول الإسلام يبقى زي موسى لكن بما أنهم ما تحققوش يبقى مش ممكن يكون رسول الإسلام مثل موسى طب حقاهم رب يسوع بتأكيد بتأكيد طيب أتمنى كون ده رد كافي ووافي على هذا الجزء نجي إلى إلى جزء آخر من فترة الدكتور مونك السقار طبعا يوجه اتهمات كثيرة لا ينتهي في اتهمات الإيمان المسيحي ومن ضمن هذه الاتهمات هي اتهام أن المسيحية تنادي بأن الأطفال يذهبون للجحيم قلنا نشوف الفيديو بتاع الدكتور منقز وهو بيقول فيه الكلام دا بدو رقم واحد أين نصيب الأطفال الذين ماتوا قبل المسيح أو الذين يموتون بعد المسيح أين من غير تعميد أين نصيب هؤلاء من الحب الإلهي هل لهم نصيب من هذا الحب أم لا دعونا بداية نرى ما يقوله الكتاب المقدس عن أولئك الأطفال الذين ألقي بهم في الجحيم فأنا جنبنا بالقسنة قال لنا قافينا قال لك دعونا أولا ماذا يقول الكتاب المقدس عن مصير الأطفال في الجحيم ولم يأتي بآية واحدة من الكتاب المقدس الفيديو كله بتاعه كل الفيديو بتاعه لم يأتي بنص واحد من الكتاب المقدس لم يأتي بأي تصريح في الكتاب المقدس بيقول أن هذا هو مصير الأطفال الذين ولد ولدوا وماتوا قبل مجيء المسيح أن مصيرهم في جهنم وبئس المصير مفيش هو بتكلمه بس لا يوجد نص خالص طبعا في بعض التعليم الأخرى اللي بتكلم عن الجحيم كمكان انتظار وإلى آخر الأشياء دي دي أنا بكلم على نص كتابي نص من الكتاب المقدس يقول أن الأطفال الذين ماتوا قبل مجيء المسيح والذين ماتوا قبل ما يتعمدوا الأطفال الصغار الذين يموتون إلى يومنا هذا مصيرهم هو جهنم لا يوجد نص وتحداك أن تأتي بنص من الكتاب المقدس يقول أن مصير الأطفال هو جهنم وما ليه أين مصير الأطفال هو مصير الأطفال الذين يموتون وماذا يعلم الكتاب المقدس عن مصير الأطفال خلينا نكمل الفيديو ده بعدين نرجع نكمل الذين ألقي بهم في الجحيم كان جناب القس نمر على بعض ما قاله العلماء المسيحيون في هذه المسألة شكرا يعني وفيت وكفيت زي يقولون قال لك دعونا ننظر ما يقول كتاب المقدس عن مصير الأطفال في جهنم ثم دعونا ننظر ماذا يقول بعض العلماء عن مصير الأطفال أنا ما ليوم للعلماء أنت بتقول لي نص من كتاب المقدس هاتلي نص من كتاب المقدس أنا رأيي شخصي ورأيي شخصي ده هقدمه في فيديو اللي هو فيديو التاني أنا أتفق مع كلام الفاضل الآب أرمية بوليس في تلخيصه لمصير الأطفال الذين يموتون ده بالزبط هو رأيي شخصي المؤسس على كلام الرب يسوع في لؤة 18 عندما قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات نسمع الفيديو لأنه ده هيرد على منقص سأر أي طفل يموت هيروح السما لأن ربنا قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات فالأطفال في أي مكان في أي دين هيروحوا السماوات تقول لي بس ما تعمتش طب في ناس كثيرة ما تعمدتش وراحت السماوات عشان تبعى عارف يعني العهد الأديم اللي ماتوا على الرجاء ما كانش فيه معمودية لكن كان فيه ختان اللص اليمين اللي قاله اليوم تكون معي في الفردوس هل هو تعمد؟ لا ما تعمتش وكان شرير جدا وكان قاتل ورغم كل ذلك لما اتفت إليه ونرى الخراس راح السماوات ده بالضبط وجهة النظر التي أنادي بها ويؤمن بها ويؤمن بها الغالبية العظمى من داريسي كتاب المؤدس أن كل طفل كل طفل مات قبل سن الإدراك الذي يعني يختلف من طفل الطفل ده ربنا هو اللي بيحدده كل طفل مات حتى غير أولاد المسيحيين من أي ديانة أخرى هو الجميع أخطأوا وعوازهم مجد رب بس هذا الطفل يمكن عنده فرصة أو إدراك أنه يقبل أو يرفض لكن على أساس عمل المسيح التي عمله هذا الطفل هو في السماء ده يختلف طبعا عن تعليم الإسلام لما تسأل المسلم فين أطفال اللي بيموتوا بيروحوا فين كويس يقول لك أولاد المسلمين أولاد المسلمين في الجنة يعني هو على طول طب وأولاد غير المسلمين واختلف الفقهاء أحنا متركين للفقهاء لكن لما يقول الرب يسوع له كل المجد دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماء هو أفل هو أفل رد رد شامل وكامل ولا يوجد معه تأويل آخر طيب فترة كده بشوف بعض الفيديوهات فلقيت طبعا اللي بيهاجم الإيمان المسيحي سواء عن جهل أو عن معرفة ده مطروك الدفع بتاعه مقدار مدى في قلبه من معرفة أو مدى في قلبه من رياء ما حدش يعرفها ده أمر مطروك للرب لكن واحد كده صح الصبح ليه نفسه بيفكر في الثلوس فقال إيه أحط سؤالي على على آآ أونلاين والإخوة المسلمين مشهورين قوي لما هو يكون فيه سؤال يعني هو صحي كده الصبح شرب كبات القهوة رجال سؤال متعلق بالإيمان المسيحي يقول لك إيه السؤال الذي يدمر المسيحية أنا مبارع أسئلة زكي أنا بتحك بأمانة بتحك بتحك وبيصعب علي الشخص نفسه يعني إيه سؤال الذي يدمر المسيحية يعني أنت يعني عارفين يعني المسيحية بقالها أكثر من ألفين سنة مسيحية بقالها أكثر من ألفين سنة مسيحية قبلها مفكرين وعلماء وخرجوا منها مفكرين وفلاسفة وعلماء ويعني غيروا وجه التاريخ كله وده جايلي يقول لي السؤال الذي يدمر المسيحية طيب خلينا نسمع السؤال ونجاوب عليه لعلنا نقدم إجابة لي فضلا سؤال رقم الفيديو رقم 3 وانا أنا قاعد بفكر كده في النص بتاع إنجيل متى 3-7-16 و17 النص بيقول ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء صعد للوقت من الماء وإز السماوات انفتحت وراء روح الله نازلا عليه مثل حمامة الروح القدس والأقنومي التالت وصوته من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرير إيه دا فهو مش القاب دا الكلمة بتاعته هو اللي تجسدت فبالكلمة تحت إزاي الصوت طالع من السماء ممكن حد نصراني بالعقل كده يجاوب طيب دا الواحد يجاوب عليه بالعقل برضو دا صاح الصبح كده افتكر نص من الكتاب فإزاي إذا الصوت دوا اللي جاي من السماء مش دا برضو الكلمة بتاعته اللي هو متجسد طيب إزاي أنا عشان نجاوب على سؤال دا اللي هو يعني سؤال صعب حط الأول كيف يفكر المسلم في الثلوس دا بالضبط تلخيص إيمان المسلم في الثلوس ثلاث أشخاص كل واحد لابس تي شيرت دونه مختلف كويس فالله الأب الله الإبن الله الروح الكدس دا تفكير المسلم دا تفكير المسلم على طول وده مبني على طبعا الفكر الخاطئ الإسلامية عن الثلوس وإنه هو ثلوس مكون من ثلاث أليحة كويس شكلهم واحد بس هما ثلاثة دا أنهم واحدة بس هما ثلاثة تي شيرتات بتاعتهم أو البلوفرات بتاعتهم واحد بس ثلاث أشكال مختلفة دا الفكر الإسلامي عن الثلوس لا يتعدى هذه الصورة اللي بجدها فعلا معبرة عن كيف ينظر المسلم لإيماننا فالله الواحد وثلاث الأقنين لكن عشان أجاوب أخونا دا كويس عن الآب الذي في السماء والابن والروح نازل مثل الحمامة في مرؤس واحد تسعة إلى حد عشر يقول لنا إيه وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يحنى في الأردن وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه وكان صوت من السماء أنت ابن الحبيب الذي به سررت هذا المشهد هذا المشهد يخضني إلى مشهد آخر موجود في سفر التكوين وفي أصحاح واحد وفي عدد واحد إلى ثلاثة في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خريبة وخلية وعلى وجه غمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه الترجم لو الترجمة الناص إلى الأرامي كويس قال لك وروح الله يرف على وجه المياه مثل حمامة مثل ايه حمامة وقال الله ليكن نور فكان نور فبنجد الله وبنجد روحه وبنجد كلمته إزاي بقى الله يتكلم مع كلمته وإزاي روحه يبقى نازل من السماء مثل حمامة نحن نعلم جيدا أن الله كلي الوجود الله الواحد في جوهره موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه وكلمة الله لها نفس صفات الجوهر الإلهي وروح الله له نفس صفات الجوهر الإلهي طيب فسارها هل الله موجود في السماء مش موجود في الأرض لا طبعا مين قال كده الله كلي الوجود كلي الوجود الله موجود في كل مكان الله يملأ كل مكان بوجوده وموجود بكامل وجوده في كل مكان وعندما أتى كلمة الله وارتبط واتحد بجسد لم يؤثر هذا على لهوته الموجود في كل مكان فالله روح برضو فهماني شوية أنا قلت المثل ده قبل كده دي كباية كباية دي لو فتحتها كده دخل فيها هوى الهوى اللي موجود جوه كباية هو نفس الهوى اللي موجود في الستوديو هو نفس الهوى اللي موجود في كل مكان في الخارج نفس الهوى نفس الطبيعة نفس الخصائص نفس الجوهر هو هو بيس طب ايه اللي يفرق الهوى اللي هنا عن الهوى اللي برا الهوى اللي هنا مع انه نفس الطبيعة ونفس الخصائص ونفس الجوهر الا انه اخذ شكل كباية ده تجسد كون المسيح ارتضى ان يتحد بي جسد لم يلغي طبيعة الالهية ووجوده الكل ولم يقول صوت من السماء ده لكي ما يؤكد لنا احنا البشر احنا ده اللي هنفحامه ده اللي احنا هنقدر ندركه ان الله يتكلم من السماء يأتي صوت من السماء وفي نفس الوقت الكلمة المتجسد والله روح والحمامة هي رمز حجلية انا افهم بيها حجلية انا ادركها كمشاهد كتلميذ للمسيح اقدر ادرك هذا بامور مرئية لكن الله موجود بذاته ناطق بكلمته وحين بروحه طيب اخذ المدخلة ونرجع نكمل مرحبا دكتور اشرف اهلين بيك سمعان من بوستن معك اهلا اخ سمعان اهلا بيك اهلا وسهلا خدمة حلوة ورد فيه محلوة على سؤال مهم جدا لاخوتنا حبيب للمسلمين اشكرك اذا تسمح لي اقول نقطة يعني بالنسبة لهذا الموضوع انه الشبه بين المسيح وموسى يرتبط في اساس الاية اللي اجت هذه الا ارتباط بريخة انه الرب اه كلب الشعب خافه فقالوا لا بناشي احنا موسى قلنا اللي بقول الرب واحنا بننفزه ايو فقالهم اوكي الرب انا سمعت كلامكم ورح رضيت انه يكون موسى وسيط فالمثل بين موسى والمسيح اللي هو اساس هذا اللي بوا هو الوسيط والفادي يعني موسى مثل المسيح اللي هو الوسيط والفادي اولا لو تسمح لها اه طبعا انا ايتين للوسيط والاية اولا الوسيط الوعد بالنبي الذي مثل موسى جاء كاستجابة من الله لطلب الشعب اقول لي لان هذه النار العظيمة تهلكنا خيطين انكلم الله مباشرة بدنا وسيط وقال الموسى تقدم انت واسمع كل ما يقوله لك الرب الهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الهنا فنسمع ونعمل ايه ايه يعني الشعب هو اللي طلب ان يكون موسى وسيط بين الشعب ومن الله والرب وافع لهذه الوساطة وقال احسن فيما تكلمه يعني الشعب يطلب بسيط والله يستجيب وهذه اساس انه هو واساس طلب الله ان المسيح كموسى او موسى كالمسيح اللي هو الوسيط النقطة التانية دكتور اشرف مش بس الوسيط هو الفادي ايضا الرب يقبل موسى كفادي حينما اخضأ الشعب وعمل العجل الله كان يريد ان يفن الشعب ويقيم شعب جديد من موسى لكن موسى رفض وقدم نفسه فداء لخطيئة الشعب وقال والآن انغفرت خطيئتهم وقال فمحني من كتابك خروج 32 32 يعني موسى ادم نفسه كبديل يفضي الشعب من المساعد اموت بدالم يا رب وهذا بالضبط اللي قال استفانس هو عظف الشهيدة في اعمال سبعة ان موسى كان هو الفادي الى انقذ الشعب من الهلاك وقال استفانس لليهود هذا ارسله الله رئيسا وفاديا عن موسى في اعمال سبعة 35 يعني موسى كان الفادي اللي فاد الشعب من الهلاك كان الرب يفليهم مفيش غير يسوع الوسيط والفادي وربنا يباركك ربنا يباركك هنا سمعان ربي يباركك الوسيط والفادي وزي ما بردو ذكرنا انه انه الخروج نقطة مهمة جدا موسى اخرج الشعب من عبودية مصر المسيح اخرج الخطاه من العبودية للشيطان وللخطية في سنائي كده جميل يعني السنائي ده بيقلد سنائي معروف عندنا جدا بيقلد الاخ حامد والاخ رشيد وهو طالع علشان بس يعني يعمل تقليد لوجود هذا السنائي فبيترحوا قضايا مسيحية وطبعا باسلوب فيه نوع من الترياء شوية والاستخفاف لكن خلونا نشوف الفيديو رقم اربعة ونرجع نعلق عليه في الواقع احنا شايف ان المسيحي لما بيجي تكلم عن المسيحية بيحس ان هو دين هو حاجة معقدة مفيش اي انسان هيقدر يفهمها ده طبعا اعتقد كان فيه واحد فيلسوف او خلينا عافنا ده طبعا فكر خاطئ انا معرفش بتروح لانهي مسيحي بعدين يعني مين قالك انه المسيحي بيشعر انه المسيحية معقدة مين قالك كده جايبوا منين ده لكن خلونا نشوف بقى المفتي التاني ابو دم خفيف يعني نسمع بيقوله اه اعتقد كان فيه واحد فيلسوف او ما شابه ايه 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 وعلشان يعني يشيل نفسه من المسئولية فبيقلف وبيجذب وبيحلف طبعا قالوا للحرام يحلف قالك جالك الفرج بالنسبة للمسلم الحلفان كذبا ده ليس مشكلة كبيرة بيس لكن هذا الشخص فعلا كذاب كذاب في كل ما يعقوله ويدعيه عن الإيمان المسيحي هو لا يقدم الصدق قالك ايه قالك اكايني ماشي في مستشفى المجانين شخص ده العمر ارى لكتب فلسفية والعمر ارى لفلاسفة مساحيين والعمر ارى لعلماء مساحيين والعمر ارى لمفكرين مساحيين وانا يعوز من الوقت اللي كايما اقولك قد ايه العالم كله اتغير للأفضل بسبب فك علماء وفلاسفة ومفكرين مساحيين ييجي دوان بقى ويتهم المساحيين والايمان المسيحي بانه كانه ماشي في مستشفى المجانين انا ما عرفش العقلين اللي زيك افادوا البشرية بايه العقلين من علماء المسلمين افادوا البشرية من ايه اللي بتطلق عليهم علماء ماذا قدموا للبشرية لا شيء لا شيء كامل فيديو للمجانين طبعا ترتب على المفهوم ده حتى لو ما كانوش بيروب صريح العبارة لكن ترتب عليه يعني مسألة انه فوق ادراك العقل المسيحي عموما وكده انه لما تكلم ايه واحد مسيحي وعشان هو مش فاهم فيقولك ايه انت المسيحي سنائي جميل طيب المهم السنائي الجميل ده طرح مشكلة الخطيئة الاصلية وقال لك انه عشان يبلوروا الايمان المسيحي واهميت ان المسيح يموت كان لازم يخترعوا الخطيئة الاصلية انا قبل ما اتكلم عن الخطيئة الاصلية عايز اتكلم عن نقطة مهمة جدا فرق السماء من الارض بين النور والظلمة ما بين الفكر الاسلامي والفكر المسيحي في مصدر الشر اسأل ايه مسلم قوله ما هو مصدر الشر الشر ده جمنين الشر ده جمنين طبعا الانسان على مر العصور بيحاول يجاوب على هذا السؤال للدرجة انه البعض قال انه مصدر الشر انه يوجد الهين اله خير و اله شرير فالاله الخير بيعمل الخير والاله الشرير بيعمل الشر فنادوا بتعدد الالهة عشان يحلوا المشكلة مشكلة وجود الشر اما اجي الفكر الاسلامي الفكر الاسلامي خطير خطير جدا لان الفكر الاسلامي مش بينادي بتعدد الالهة هو هرب من النقطة دي لكن نادى بان الله هو مصدر الشر الله هو مصدر الشر الله هو الذي خلق الشيطان الشرير وخلق الجن فبما ان الله هو خالق الشيطان خلقه مش ملاكه ساقط لا 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 ده الفكر المسيح ان الله خير كل اعماله خير وعندما خلق الله خلق كل ما هو حسن جدا لكن بسبب طمع كويس وبسبب كبرياء حدث في عالم الملائكه حدث السقوط وتحول الملائك الى شيطان لكن هنا بيقولك لا ده الله خلق يوم خلق خلقوا شيطان خلقوا شيطان شوف كده الفيديو الخامس والسادس لو نقدر نشوفهم مورة بعض والله تبارك خلق الخير والشر أيوه لابتلاء اختبار ورأس الشر لإبليس والله خلق الشيطان وبداية إضلاله للإنسان خلق الشيطان على اعتبر لابتلاء خلق الشيطان بلغة العربية الفصحة أيوه طان وبداية إضلاله للإنسان أو بداية عدواته مع الإنسان قال يابليس ما منعك أنت سجد لما خلقته بيدين أستكبرت أم كنت من العاليم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الزغب ده كان مفروض يطلع ممثل بس فشل يمكن في التمثيل فراح لن يبقى داعية الفكرة الإسلامية أنه الله هو خلق الشيطان خلقه كشيطان وسؤالي كيف لله الصالح الذي لا يوجد فيه ظلمة البتة أن يخلق شيئا شريرا ده سؤال ده سؤال عش كده حتى الفيديو اللي بعد كده بيأكد الحقيقة دي أنه لا أنه الله هو خالق الشيطان خالق الشيطان نسمع كده الفيديو ده اللي هو رقم سبعة يقول إذا كان الله عز وجل يحبنا ويريد أن يأخذ بأيدينا إلى الجنة ويريد أنه نصل إلى طريقه وإلى الطريق الذي يريده فلماذا خلق لنا إبليس وجعله عقب في طريقنا يبقى كويس يبقى هنا هنا بنشوف أن الشيطان مخلوق 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 شيطان والجن مخلوق خلق الشيطان خلق الشيطان فالله هو المسؤول الأول عن وجود الشر في العالم يعني الله خلق الشيطان والجن الله هو مصدر وجود الشر في العالم والسؤال هو كيف الإله صالح ومحب أن يخلق كائنات شريرة evil spirit كائنات أرواح شريرة الله يعلم أن الشيطان والجن من طبيعتهم فعل الشر والأثام الفكرة الإسلامية ده اللي ابتلأنا أن الله بيبتلينا الله بيبتلينا لأ من الحاجات الغريبة كمان حاجات الغريبة أنه فعلا الفكر الإسلامي ينسب لله الشر وأعتقد أنه هذا عيب خطير عيب خطير هو يريح فكر الإنسان يريحه أنه كل ما يحدث ربنا هو العمله فأنت يعني استسلمه خلاص حتى الخطايا اللي أنت بتعملها وشرور الأسام اللي أنت بتفعلها ده كله ربنا كتبه ليك تفعله الغريبة بقى أنه مش بس ربنا خلق الشيطان والجن لا ده هناك شيطان لكل إنسان بيرافقه في أي مكان هناك شيطان يرافق الإنسان في كل مكان وده بقى الفيديو اللي يعني فيه العجب فيه العجب اسمعوا كل واحد مننا ونحن نلعن في بيت من بيوت الله كل واحد مننا خلي بالكم بيقول كل واحد مننا وإحنا موجودين في الجامعة اللي هو في نظره بيت من بيوت الله فبالرغم من نحن موجودين في الجامعة مفروض مكان كويس يعني بالرغم من نحن موجودين في الجامعة لكن كل واحد مننا له رفيق نسبعة ونحن نلعن في بيت من بيوت الله كل واحد مننا معه قرين قرين أيوه قرين جني كافر كل إنسان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما لما لحقت به قالت قال أجاءك شيطانك قالت أولي شيطان قال لكل إنسان شيطان قالت حتى أنت يا رسول قال حتى أنا إلا إن الله عانني عليه فأسلم يعني حتى رسول الإسلام كان له قرين جني كافر قرين جني كافر قرين فين يعنيه قرين لازق فيه مقترن بيه وكأن ربنا خلق هذه الجن أو الجن الكافر اللي مقترن بينا لكي ما نصنع شر والإثم بزمدكو هل دوان يليق بالله يليق بالله هل الله هو مصدر الشر أم أن إرادة الإنسان وكبرياءه واستقلاله عن الله وكذلك أيضا إبليس الذي كان ملاكا في محضر الله لكنه تكبر وسقط ألا هذا الفكر هو يمجد الله ويعظمه حبائي هنكمل مع بعض هذه الردود على الإخوة المسلمين في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم